اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذين تحدثوا على الإسبان اللي كيعتزوا بالرسالة دي الملك محمد السادس لفريق الإنقاذ الإسباني هنعرفوا باقي التفاصيل للأمر هذا بواحد صريح كذلك حصري أما أخيرا متابعين الكرام هنختموا الفيديو دينا هذين شوفوا صور مهمة جدا واحد الفرقة خاصة للجيش المغربي اللي كيرد على الإعداء دي المملكة المغربية وكل من استهان بالقوات المسلحة دي المملكة المغربية صور حصرية اللي جتنا من عين المكان بدورة بركتي الله متابعين الكرام وبأول خبر هذين تحدثوا عليه اليوم هذين تحدثوا على المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اللي كتقول أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ستنعقد بمراكش في موعدها المحدد وتشيد كذلك بالتضامن دي المغاربة وكتقول أنه يستحيل على أن سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي البنك العالمي يتخلوا على هذا الروح التضامن دي المغاربة صراحة الإخوان كل أمر قامت به قام به الإعلام الفرنسي سيبقى ذكرى وغادي بقى وص متعار على جبين الإعلام الفرنسي كل ما قامت به القنوات الفرنسية الإعلام الفرنسي من محاولة لتشويه الصورة دي المملكة المغربية ومع أن المملكة المغربية بعتات لكل الدول لسياح ديالها كيجيوا للمملكة المغربية وقالت بأن الأمور على ما يرام والسياحة يمكنها للسمر وإسبانيا من خلال وزارة الخارجية ديالها خرجت بلاغ لإسبان أنهم ما يتخلوش على الصفر ديالهم من المملكة المغربية وهذا شيء هذا كيأكدوا 15 ألف سائح اللي ما زال كيتواجد في المملكة المغربية من جنسية إسبانية فهنا كما قلنا فوق الشدة وفوق الأزمات كالطاح الأقنعة والقناع ديال فرنسا طاح أكثر فأكثر سواء من الإعلام ديالها الإعلام ديالها اللي حاول يشتغل بكل ما لديه من قوة وجود باش الصورة ديال المملكة المغربية تلوت فهذا يعني الأزمة ديال الزلزال بعكس يعني دول صديقة ديال المملكة المغربية واللي اشتغلت بكل ما لديها من قوة باش تحافظ على الصورة الجميلة ديال المغرب لكن الشعب المغربي كان عنده رنط آخر ومن نوع آخر هو التضامن هو ذك الشي كامل اللي بينه الشعب المغربي في المونديال ديال قطر عود بينه في الأزمات سواء في الفرح أو الشدائد المغرب والمغاربة دائما يد واحدة خلف جلالة الملك محمد السادس وهذا تأكيد للبيعة هذا تأكيد الولاء الملكية في المملكة المغربية الأمر اللي كيغيد فرنسا وكيغيد الإعلام ديالها ما غديش ننساوه كيفاش حاولو يجروا الإعلام ديالهم كيفاش حاول يجر الفنان قد المالح لضرب في بلده إلا أنه كان أذكى بكتير من أنه يصغى للمناورات الخبيثة ديالهم وجاوبهم بصريح العبارة وقال لهم أنا مغربي مقيم في فرنسا والأمور الدبلوماسية أنا بعيد عليها كل البحث هذه كلها قد يسبقى وصمة عار على الإعلام الفرنسي اللي حاول يستغل واحد الأزمة باش يطيح من القيمة ديال المملكة المغربية وهنا هاتشي ذات يأكد لنا على أن المملكة المغربية وقفة في الحلق لفرنسا والإعلام ديالها العبارة فبطبع الحال غادي نشوفه تصريح ديال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وهذه وجوش ديال الاجتماعات اللي كانت مهمة غادي تكون شهر أكتوبر المقبل وكان يعني تخوف كبير من أنها هذه الاجتماعات هذه تلغى لأنها غادي تكون ضربة قاسية على المملكة المغربية فالإعلام الفرنسي كان يسارع الزمن للتأثير على هذا الحدث العالمي اللي غادي يكون في مدينة مراكوش مدينة مراكوش اللي معروفة باستقبال المؤتمرات الدولية معروفة بالسياحة ديالها معروفة بالإقبال الدولي عليها فجاءت فرصة لهذه الناس هدوا أنهم يشوهوا الصورة ديال المملكة المغربية بطبيعة الحال لكن الحمد لله ها هي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تؤكد اللي هي كريستالينا جيورجيفا تؤكد أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ستنعقد بمراكوش في موعدها المحدد سلافا وقال جيورجيفا في حديث حصري خاصة به وكالة المغرب العربي للأنباء أعلن بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ورئيس البنك العالمي أن الاجتماعات ستنعقد في موعدها المبرمج من قبل المبرمج من قبل أي من سعود الـ 15 أكتوبر المقبل بمراكوش يعني تشي حاجة ما غدتتغير والمساعي دي الإعلام الفرنسي اللي كان كي يشتغل لتشويه الصورة دي المملكة المغربية بكل ما لديه من قوة واللي غاضوا أن المملكة المغربية تعتمد على نفسها في حل الأزمات وما تعتمدش على المستعمر السابق اللي هو فرنسا غاضهم هذا الأمر هذا هنا المغرب بغي يقول العالم إحنا أمة إحنا دولة عندها تاريخ والتاريخ يشهد على الأمة المغربية والمغربة قادرين يحلوا الأزمات ديالهم وبطبيعة الحال الجيش المغربي رد بواحد طريقة حضارية غدي نوريوها وغدي نخليوها لآخر الفيديو في صور حصرية كما كنت لكم متابعيني الكرام اللي توصلنا بها كيفاش الجيش المغربي رد بطبيعة الحال على كل هذه الإشاعات وهذه الأمور هذه والمغرب سواء شعب أو سلطات أو مؤسسات كله يد واحدة نقدروا نختلفوا حتى نعيه نقدروا ما نتفاهموش بناتنا حتى نعيه لكن في الأزمات كيبقى كل شي اللور وكي التحم الشعب والسلطات والمؤسسات وكل شي يد واحدة أما الخوانا فهم قلق لائل بقوا كيغردوا ضد طيار بحدتهم وبان العيب ديالهم فهذه الأزمات هذه الأزمات اللي كيخص تطوى كل الصفحات ديال الخلاف فيها وكل شي يشد صف واحد أما من ينتقدون فقط من أجل الانتقاد وهو ما خير كتفهم على الدولة المغربية وكيعيشوا وسط المملكة المغربية وكياكلوا من خير المملكة المغربية يوما بعد يوم وكينتقدوا يعني فقط باشينتقدوا هذو كنقول لهم كون كنتوا رجال وإليتوا على كتفكم وطلعتوا الريتونة شنو غاديتطيروا في بلاست الجيش المغربي في الجيبان دوزل الخبر للموالي متابعين الكرام وعندوا علاقة كذلك بالخبر الأول وأنا صراحة يعني بزاف ديال الإخوان كيتساءلوا قربات يعني قرب الاجتماع السنوي ديال المجلس الأمن حول الصحراء المغربية وقرب القرار يعني يصدر السنة الماضية كانت أخوف كانت الأزمة صامتة وكانت أخوف أن فرنسا تنحارف على يعني طريق ديالها اللي كانت معتادة عليه سابقا وأنها الدعم المملكة المغربية داخل المجلس الأمن أول شيء أنا قد نقول واحد مسألة المغرب عطا عدة رسائل من خلال الاعتماد على الدول صديقة في هذه الأزمة الرسائل كانت هي إسبانيا دولة صديقة وإسبانيا يعني اخذت واحد الموقف ولا واحد القرار لا مثيل له منذ يعني منذ مسيرة الخضراء إلى يومنا هذا أول مرة إسبانيا كتأخذ واحد القرار يعني صادق وجدي لخلال المغرب يقرب العلاقة دياله مع إسبانيا أما بريطانيا فكانت رسالة مهمة جدا لفرنسا بريطانيا كذلك هي عندها حق الفيتو في مجلس الأمن والمغرب كي يقول لفرنسا راح عنا أصدقاء لكن سؤال كي بقام تروح دابا واش فرنسا غادي تنحارف على الطريق واش غادي تمشي في السرب في السرب ديال الجزائر ويعني والمعاذاز ديال المملكة المغربية ما كرهاتش فرنسا تمشي في هذا الطريق هذا لكن أنا غادي نأكد لكم الإخوان أن فرنسا يصعب جدا أنها تسلك هذا المصار هذا في لغة يعني القتال كنقولوها كين واحد واحد طريقة كتقوم بها باش كتخفف من الضربة ديال الخصم ديالك لأن الشدة القوة ديال الشدة ديال الدربة كتجعل البعد ما كتجيش على القرب فالمغرب دار هذ الطريقة هذي في التعامل دياله مع الديبلوماسية الفرنسية فرنسا كنت بغا توجه ضربة قاسية المملكة المغربية من خلال ضرب المؤسسات وخلق الفتنة ما بين الشعب المغربي وما بين الملك فهذه الأزمة هذي لأن الطريح ديال إيمانويل ماكرون اللي ينقذ على المؤسسات ومشاكي وجه يعني الخطاب دياله للشعب المغربي كان فيه واحد نية مبيتة وهذا هذا ما قلتوش أنا بل عدة خبراء اللي حللوها بهذه الطريقة هذي وهذي ضربة الأعراف الدبلوماسية تماما أنك توجه لوحد الشعب وتوجه له الخطاب وتنقذ على المؤسسات وتنقذ على الملك وتنقذ على كل شي فهنا البعض كي يشوف أن ما كانت تريده فرنسا هو يعني خلق ذك المشكل ما بين الشعب وما بين المؤسسات داخل المملكة المغربية احنا بغينا نبتلكم يد العون لكن بلادكم اللي خلاتكم تموتوا هاتش هذا كامل انقلب السحر على الساحر والحفرة اللي حفرتها فرنسا وقعت فيها وهنا يمكن نقول لكم ذيك الخطة في القتال ذي أنك تقرب للخصم ذي الكتر ما تبعد منه فالضربة كتكون أقل وهاتش هذا اللي وقع الفرنسا فرنسا تعرفوا بأن المعارضين والإعلام كين بعض منه داخل فرنسا اللي انتقد اللي كانت بغدد فرنسا ضد المملكة المغربية أنها تخلق الفيتنا تخلقات الفيتنا الإيمان والماكرو داخل البلاد وما ننسو أن إيمان والماكرو هو اللي يعاني من احتجاجات ومعارضة داخل البلاد المغرب بالعكس الشعب المغريبي أكد للعالم على أنه في صف واحد وأنه قابل بالقرارات دي المالك زيد كل الأمور اللي إخداها المالك باش يعالج هاد الأزمة هاد دي الزلزال هي يعني الأمور اللي كتخاذ في الدول العالمية في العالم السنة الماضية إسبانيا يعني سنة 2021 إسبانيا ضربها بركان بركان خطير بركان خطير أواخر سنة 2021 ضرب إسبانيا بركان خطير هاد البركان هذا لدام يعني مدة طويلة دام مدة طويلة وبزر دي الناس فقدوا المساكين دي لهم ف إسبانيا ما اخدتش قرارات كتر من القرارات اللي اخدت المملكة المغربية وهو إعادة الإحمار تعويد الساكينة هاد شي هذا كامل اللي يقوم به المملكة المغربية في مواجهة الكوارث الطبيعية زيد على ذلك أن المغرب يقوم بالأمور ويأكد العالم على أن هي من تواجه الأزمات وليس المغرب واللي راح موقف ضعف هي فرنسا مشي بالمغرب فهنا إلى فرنسا بغا تسلك الطريق دي المعادة دي المملكة المغربية صراحة هكذا بصريح العبارة أمام العالم هي تمشي تعارض داخل مجلس الأمن فإلى عارضات فرنسا داخل مجلس الأمن هتلقى مشكل وغتلقى أزمة دولية تلقى أزمة مع المنتظم الدولي وليس مع المملكة المغربية فحسب واتش علاش يعني من المرجح أن فرنسا ما تسلكش الطريق هذا دي المعادة دي المملكة المغربية مئة في المئة وغتبقاك تلعب بالماسك ديالها متخفيها على الوجه الحقيقي وغتبقاك تلعب أمام الأنظار دي العالم إنها لحد الساعة ما غتقدرش تحيدك الماسك وهذا المسألة هذه ديالتسويس ضد أو المعارضة ديال المملكة المغربية داخل مجلس الأمن نستبعد هذا الأمر مثل ما وقع سنة الماضية هذا يوقع هذا العام هذا علاش لأن كل القوى العظمى كترحب بالمقترح ديال المملكة المغربية وهو الحكم الداتي في الأقاليم الجنوبية دزول الخبر الموالي متابينينا الكرام وهنا قد نتحدث على سفير المملكة الإسبانية في المملكة المغربية سفير مادريد في الريباط طبيعة الحال كم معرفته الرسالة أو البرقية ديال الملك محمد السادس توصل بها الشعب الإسباني وتوصلوا بها يعني فرق الإنقاذ الإسباني بكل فخر واعتزاز وقرأوها بصوت عالي أمام بعضهم البعض وفتخروا بهذه الرسالة هذه لصاحب جلال الملك محمد السادس شكر فيها فرق الإنقاذ شكر فيها المؤسسات الإسبانية وبعت يعني الشكر ديال المغاربة عامة للشعب الإسباني والعلاقات الأخوية اللي كثرة مطمئن إسبانيا ومبيل المغرب وهذا طبيعة الحال غديخرج السفير الإسباني في المملكة المغربية ليعتز بالبرقية ديال الملك محمد السادس لفرق الإنقاذ الإسباني أكد سفير إسبانيا بالمغرب ريكاردو دياز يوم أمس الاثنين بالرباط الخالصين التي بعثها صاحب جلال الملك محمد السادس إلى قائد فريق وحدة الإنقاذ العسكرية للمملكة الإسبانية وذلك بعد المجاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وقال السفير الإسباني إن بلاده التي ساهمت بمعية دول أخرى في جهود الإنقاذ تحت إشراف السلطات المغربية معجبة بالعمل الجبار والمهاني لفرق الإنقاذ المغربية وكذا بزخم تضامن الشعب المغربي برمته مع العائلات والقرى المتضررة من الزلزال وأشار في هذا الصدد إلى أن إسبانيا أرسلت العديد من الوحدات ووحدة طوارئ العسكرية ووحدات الشرطة الوطنية ومن حكومة كتالونيا وكذا وحدات عمودية غرناطة ومدريد من أجل تقديم المساعدة لنظرائهم المغاربة وأضاف السفير الإسباني أن بلاده تجد التعبير عن تضامنها العميق مع المغرب مشيرا إلى أن بلاده ستظل إلى جانب المملكة ورهن إشارة السلطات المغربية وهذا يعني كلام مهم جدا وافتخار للمملكتين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية رغم بعض المساعي البائتة لضرب هذه العلاقات التاريخية ما بين جوج دي الممالك اللي صنعوا التاريخ في المنطقة صراحة اللي عندهم تاريخ قديم وصنعوا التاريخ كانت يعني عدة إلا رجعنا التاريخ قديل القاو المغرب والقاو إسبانيا ما ديش اللقاو يعني أشباه اللي بنت مؤخرا في القرن العشرين يعني في ستينيات القرن العشرين بعض أشباه الدول اللي بنت يعني في أواخر القرن العشرين تحديدا في ستينيات القرن العشرين قبل كان جوج دي الممالك كانت المملكة الإسبانية والمملكة المغربية على مدار السنين واللي يصنعوا التاريخ ديالهم واللي العلاقات ديالهم يشهد بها العالم ككل والتاريخ إلا رجعنا للتاريخ هل يلقاوا المغرب وغا يلقاوا إسبانيا وما هل يلقاوش ما بين ذلك هاتش اللي كين وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية شكر وامتنان إلى قائد فريق وحدة الإنقاذ العسكرية للمملكة الإسبانية المقدم خوان سالدانيا وذلك بعد المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ إثر الزلزال الذي ضربه منطقات الحوز وهذه الرسالة اللي تبعت لكل الفرق لكل الدول سواء قطر سواء الإمارات سواء إسبانيا سواء بريطانيا هي رسالة اللي كتحمل عدة مضامين اللي فيها عدة مفاهيم اللي كتبين لأن العلاقات ما بين هات الدول هاتي وما بين المملكة المغربية علاقات جد 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 متقدمة وكما المغرب يحتاج لهات الدول هذو هات الدول يقدروا يعولوا على المغرب في المستقبل في عدة أمور وراك يقولها الملك وكي يعود يأكد عليها أن سواء إسبانيا ولا بريطانيا ولا قطر ولا الإمارات إذا احتاجوا المغرب غدي يلقاوه في الشدائد كيفما لقيته قطر سابقا وكيفما المغرب مساعد أنه يوقف لجانب الشركاء دياله في أي محنة من المحن ندوزل الخبر الأخير متابعنا الكرام وصراحة هنا هدي نشوف عدة صور أولا تحية لهذا الفرقة فرقة ديال الجيش المغربي فرقة خاصة خاصة بتسلق الجبال هذا رد على كل من استهان بالقوات ديال المملكة المغربية سواء القوات ديال الجيش أو الفرق ديال الإنقاذ أو الوقاية المدنية ديال المملكة المغربية قاعد اللي استهان بهم وخصوصا من فرنسا كنردو عليهم بهات الصور هادو بيتكم تحققوا معايفة الصور الإخوان وهنا كنسولوا فرنسا اللي بغاست تجي تعاون بالسيف واش فرنسا عندها قوات من هاد اللي غا تقدر تسلق هاد الجبال هادو مجرد سؤال واش مدربة على هات التضاريس ديال الأطلس الكبير كي كتشوفو هنا صراحة هادي يعني أمور اللي صعيبة بزافة على فرنسا وما غاديش تعرف لها وهادشي علاش المغرب قال هارا ما غاديش تقدري جي تعاوني وهادشي هادا اعترفت به إسبانيا والقوازي الإسبانيا اللي كانت حاضرة فهنا شوفو الجيش المغربي أشدار وكل اللي بغاوا يخلقوا الفيتنا وكيقولك له ها السلطات مدربة شي حاجة شنو كيديرو هاد الناس هادو تحية كبيرة لهاد الفرق هادو كي كتشوفو هنا يا خاصة فرقة خاصة ديال يعني تسلق الجبال وهذي صور حصرية ديالهم هما وصلوا المناطق معزولة تماما ويستحيل أنها تصلها صيارات ولا إلا ما كانش يعني فرقة متخصصة في تسلق الجبال كيف ما كتشوفو وفي هاد المناطق هادي لأن هاد تضاريس هادي ما كيناش في فرنسا وما كيناش في أوروبا كين فقط في المملكة المغربية ولاد المملكة المغربية هما اللي عارفين لهذا الشي هذا فهنا كنسولوا فرنسا واش كانت غادي تدير كونجات شنو كانت غادي تدير شنو كانت غادي تقدم واش كانت غادي تقدم كتر من اللي قدموا هاد الرجال هادو مجرد سؤال واش كانت غادي تقدم كتر من هاد الشي اللي قدموا هاد الرجال هادو اللي قدموا ولاد المملكة المغربية ما كانت غادي تقدم كتر فهدي طبيعة الحال فرقة من رومات الأطلس للقوات المسلحة الملكية المتخصصة في تسلق الجبال بعملية معقدة قامت بعملية معقدة في منطقة تارودانت ضمن حيز جغرافي يعد صعب الولوج وأوضحت مصادر حصرية أن العملية همت نقل 30 خيمة أي ما يعادل 1200 كيلوغرام على ظهر الدواب وأكتاف رومات الأطلس وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الوصول إلى 3 قرى في الجبال التي يصعب الوصول إليها حيث تمت العملية بنجاح كبير بفضل استعمال معدات خاصة لتسلق الجبال تحية لهذه الفرقة التي تسمى رومات الأطلس فرقة متخصصة في تسلق الجبال وهذا أرض قوي من الجيش المغربي على كل من أراد أن يستهان بالمعدات والقوات دي المملكة المغربية تحياتي لكم الإخوان كنشكركم بزاف على الحضور دي لكم على الدعم دي لكم المتواصل لقناتنا كنشكر كل الإخوان اللي كانوا حاضرين معنا من الأول للآخر وكذلك كنذكركم بالإعجابات دي لكم وبالبارتاج دي لكم من المحشوة دي لنا ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم